بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي بنتيج مع الثالثة ثانية وعلم تجربية تقنية رياضي ورياضي ما زلنا مع المراجعة الشاملة والتحذير للباكالوريا حيث إن شاء الله في هذا الفيديو نقوم بحل هذه المسألة الرائعة المسألة الأسية وحساب المساحات حيث واش قالنا نص التمرين أولادي قالنا واحد روماني جي دل عددية معرفة على المجال R كما يلي جي لإكس سيونة اثناني ناقص إكس أسية إكس ناقص واحد واحد قال أدرس تغييرات الدلاجي ثانيا قال بين أن المعادلة جي لإكس سيونة صيف تقبل في R حليني ألفا وبيطا حيث ألفا صغير على واحد وبيطا كبير على واحد قال ثم تحقق أن ألفا محصر بين ناقص واحد فاصل ثمين وناقص واحد فاصل واحد وبيطا بين واحد فاصل ثمانية وواحد فاصل تسعى ثانيا قال استنتج إشارة جي لإكس على R ثانيا روماني قال أف دل عددية معرفة على R بي أف لإكس سيونة أسية إكس ناقص واحدة على أسية إكس ناقص إكس قال وسي أف تمثيله البيني في معلم متعامل ومتجانس قال بين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس أن أسية إكس ناقص إكس أكبرتها من الصيف ثانيا قال أحسب نهاية الدل أف عند النقص ما لا نهاية وزيد ما يفسر نتائج النتيجة تاني هندسيا قال بين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس أن المشتقة تعدل أف تسعى جي لإكس على إكس سية إكس ناقص إكس الكل مربع ثم استنتج اتجاه تغير الدل الأفوى وشكل جدول تغير التاحة رابعا سؤال مهم قال تحق أنه من أجل كل إكس من المجال من ألفا البطا أن أفلي إكس محصرة بين واحد على ألفا ناقص واحد وواحد على بطا ناقص واحد ثم استنتج حصرا للعددين أفلي ألفا وأفلي بطا خامسا قال أدرس الوضع النسبي للمنحنة سي أف مع كل من المستقيمين دالتا ودالتا فتحة حيث معادلة كل منهما يسوي صفر ويسوي واحد على الترتيب يعني هذا المعادلة التعوذة وهذا المعادلة التعوذة سادسا قال أرسم دالتا دالتا فتحة وسي سابعا نعتذر كان موجود هناك خطأ قال ناقش بياني حسب قيم الوسيط الحقيقي أم عدد حلول المعادلة كانت مكتوبة هنا مكتوبة لكم معادلة مايش هي صرات لي خلط برك فقط كنت حاسب نسيتك أنه ما ندرس فيها الدل لو هي أنه ندرس في الدل يا فتحة تحة هو أصية X ناقص واحد في أصية أم ناقص أم تسبينا أصية أم ناقص واحد في أصية X ناقص X تبقى هملي حمليح قال إذن هذه أصيحت المناقش التاعي إلا كان بعد ستوها في نصى التمانية في الحل سمحوا لي إذن صحتها الثامنة قال لوندا عدد حقيق أكبر تامنا الواحد قال لوندا عدد حقيق مجاب تماما حيث قال لوندا يسنين التكامل واحد لوندا أفلي إكس ناقص واحد تفاضل إكس ألف أعطي تفسيراً هندسي للعدد ألي لوندا أحسب بدلة لوندا العدد ألي لوندا أحسب نهاية ألي لوندا لما لوندا يقول إلى زي الملانية وتبعوا الحل ولدي نقطة ب نقطة قيم إذن ننطلق أولاً بواحد دراسة تغيرات الدلمدة ج لما يقول درس تغيرات أكيد ننطلق من نهاية إذن عندنا الليميت جي لإكس لما إكس يقول إلى ناقص ما لا نهاية يساوي هنا نعوض تعويض مباشرة مباشرة صباح أن لما نجي نشوف هنا هنا تعطي لي صفر وهنا ما لا نهاية حالة عدم التعيين نقوم بعملية النشر لاحظوا ما شاء تصبح صباح أن تساوينا ليميت إثنان في أسية إكس ناقص إكس أسية إكس ناقص واحد لما الإكس يقول إلى ناقص ما لا نهاية واش درتها أستاذ من شرط هذا هنا وهذا هنا هذه أسية النقص ما معروفة صفر وهذه نهاية شاهرة عند النقص ما لا نهاية صفر إذن تعطينا مباشرة هي ناقص واحد هذه صفر وهذه معروفة أنها صفر الآن نروح عند زايد ما لا نهاية جي لإكس لما إكس يقول إلى زايد ما لا نهاية تساوي هنا تعطيكم زايد ما لا نهاية وهنا نقص ما نقص ما في زايد ما لا نهاية تعطينا نقص ما ليس حالة عدم التعيين إذن مباشرة نقص ما لا نهاية نأتي الآن إلى المشتق إذن عندنا جي قابلة للاشتقاق على أر ودلتها المشتقاق تصبحنا جي فتحة لإكس تساوي هذا كالشتق يعطينا صفر وهذا رجدة مشتق الأول في الثاني زايد مشتق الثاني في الآخر مشتق الأول هو ناقص واحد في الثاني زايد مشتق الأسية هو نفسه في مشتق الثاني في الأولي أما ناقص واحد هذا يروح للصفر نخرج الأسية عن مشتق تصبح لي ناقص واحد زايد اثنين ناقص إكس في أسية إكس تصبحنا جي فتحة لإكس يساوينا واحد ناقص إكس في أسية إكس الآن إشارة جي لإكس جي فتحة لإكس هذا دائما الأسية دائما معروفة أنها مجابة تسمى المسؤول هو هذا عندنا واحد ناقص إكس يساوينا صفر أكيد إكس علي يساوي يساوينا واحد إذا المشتق هذه من تنعدم تنعدم مننا عند الواحد هكذا إكس و جي فتحة لإكس ناقص ما لا نهاية زايد ما لا نهاية هنا يا واحد هكذا عبرة من الدرجة الأولى من هنا نقول النفس ومن هنا عكس شوفوا معنا نقول جي متزايدة تماما على من على ناقص ما لا نهاية إلى واحد ومتناقصة تماما على المجال التعي اللي هو من واحد إلى غاية زايد ما لا نهاية بعدها نزيد جدول التغيرات لأنه كامل تابعين لمن تابعين إلى ما نسميه تغيرات الدلة لو جينا الآن نحطه هنا لأننا نحتاجه هكذا إذا هنا إكس وهنا جي فتحة لإكس هكذا ناقص ما لا نهاية زايد ما لا نهاية عندنا واحد ناقص زايد وهنا جي لإكس إذن نصعد وننزل نلاقيين ناقص واحد وهنا ناقص ما لا نهاية نروح نحص بصورة الواحد ترجع لنا واحد ناقص واحد ثنين ناقص واحد هي تعطينا واحد يعني أسية واحد ناقص واحد إذن هنا ترجع لنا بصية واحد ناقص واحد وهذا القيمة رهي قيمة مجابة لأن ثنين فصل ثلاث وسبعين ناقص واحد تعطينا ناقص واحد فصل ثلاث وسبعين هذه القيمة رهي مجابة خلاص بعد ما كملنا من هذا السؤال سوف نتطرق إلى سؤال كذلك آخر معروف مبارنة القيم المتوسطة إذن أولا نقول تبيان أن المعادل جيل X تساوين صفر تقبل حلان أو تقبل حلين في R أحدهما ألفا والأخر بيطال لكن زاد فرض علي باللي الألفا صغير على واحد يعني الألفا التاعي يجي منا والبيطا التاعي يجي منا هذا مك لكن مازال ثم تحقق يعني خلاني هنا الشرط التاعي الباقية مازال أولا نقول هكذا بما أن G أو الدالة نقول هكذا الدالة G أولا مستمرة وموتى من شوفوا معي يمنين راح نتحدث من اللهم ومتزايدة تماما على المجل هو من ناقص ما لا نهاية إلى واحد سمع ما يملح من الفرح جيما وماذا ولميت جيل X لما X يقول إلى ناقص ما لا نهاية لميت لها ناقص واحد في ماذا في جي لواحد والتي هي بركة هذا ناقص ناقص واحد دو كلمة لميت لميت هاي لميت وهذا الصورة التاعو موجبة إذن هذا سلب في موجب أصبح عليها كذا حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة جي ل X تقبل حلا وحيدا ألف حيث ألف أصغر من الواحد ركزوا معي أمليح صحة أولادي هذا جزء الأول بعد نفس الخطة الآن نطبقوها مع الجزء الثاني نتعبيضة نقول كذلك بما أولا نجو هنا ها جزء الثاني بما أن الدالة G مستمرة و متناقصة هنا متناقصة تماما على المجال التي تعنا من واحد الزائد ما لا نهاية نبدلوا هنا ثان وتعودوا تكتبوها من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية وجي لواحد في لاليميت هذه ما تكتبوش ذا في ذا لا تكتبو هنا هذا معلش تكتبوه بصح نعم تكتب هذا في ذا تكتب لي للميت و لميت جي ل إكس لما إكس يقول إلى زائد ما نهاية في لميت جي ل إكس يعني هذا النهاية هذا تعطينا هنا أقل من الصفر ها مجب سالب حسب مبرة قيم التوسط فإن المعادلة جي ل إكس سينصف تقبل حلا وحيدا بيط حيث بيط أكبر من الواحد ومنه المعادلة جي ل إكس سينصف تقبل ماذا تقبل حلا حلينا في أر اسمه ألف وبيط ثم يجي السؤال لهرا التحقق ألا نبدأ أنه ألف رأيقل محصور بين ناقص واحد فاصل اثنين وناقص واحد فاصل واحد يعني ألف التعرى جايما هنا ما علينا إلا نحسب جي لي أنه خلاص كمنا معهم جي لي ناقص واحد فاصل واحد نصيب قيمة أكيد من المجبأ وجي لي ناقص واحد فاصل اثنين يعني لما نحسب ه مولادي شعر رح نصيب إذن ناقص واحد فاصل واحد نصيب سف فاصل ثلاثة والثاني نصيبه ناقص سف فاصل ثلاثة يعني واحد مجب واحد سالب خلاص مباشرة هنا بما أن واحد مجب وسالب ومن هو ألف محصور بين ناقص واحد فاصل ثنين وناقص واحد فاصل واحد تحقق كذلك التحقق أن ماذا أن بيط محصور بين واحد فاصل ثمانية جيلي واحد فاصل ثمانية وجيلي واحد فاصل عفوا فاصل تسعة نروحوا كذلك إلى الآلة الحاسبة نصيبه هذا موجب له صف فاصل ثلاثة صف فاصل ثنين بالتقريب والآخر هنصيبه ناقص صف فاصل ثلاثة كيف نجيبوا الآلة الحاسبة وتعوضوا لهنا واحد فاصل ثمانية واحد فاصل ثمانية ومبعد واحد فاصل ثمانية واحد فاصل ثمانية نصيبه هذا موجب وهذا سالب ومنهم مباشرة أنه يصبح أنه بيط محصور بين واحد ثمانية واحد تسعة متعودوش الخدمة تقولوا بما حسب مباراق إلا خلاص درتوهم لأنه جاوبت عليهم الفوق هنا غير مجرد التأكد أنه لازم واحد محصور بواحد سالب بيكون الجدى أقل من صفر وخلاص فقط صح درك مباشرة هذا وش يعني أي جيلي ألف يسوي صفر و جيلي بيط يسوي صفر هذا السؤال رح نجاوب عليها هنا واشتفهمهم لي الفكرة التي نسميها استنى نسميها الحجر الصبر ستعلم هذه الفكرة صح بعدها أكيد السؤال يجي لسق فيه هو استنتاج إشارة جيلي اكس شوفوا معي هاي ألف صفر وهاه بيط صفر هاي وين جيلي اكس سمى من راي سالب ومن راي موج با ومن راي سالب سمى كين جو لجدول الإشارة متاع جي نخلوه هنا يلي أننا نحتاجوه في الجزء هذا الثاني لاحظوا معي برك هاكذا اكس وهنا جيلي اكس على بالي راكم أنواع التماري من هذا النوع راكم تعارفون إذن هنا الف وهنا بيط أنهما التماري الأكثر شيوعا إذا هنا ناقص وهنا زايد كما كنا ديهم الجدول ذرك هذا جدول إشارة أو إشارة جيلي اكس على من على R هاكذا خليتوا انا كتبتوا هنا يلي أن نحتاجوه من بعد هنا فقط من تكتبوا هنا وتكملوا صح بعد ما أنهينا الآن من هذا الشيء نأتي الآن إلى الجزء الثاني الثاني وش قال لي قال لي لتكون عندك واحدة الدلة هاي هنا عبارة أسية إكس ناقص واحدة على أسية إكس ناقص إكس وقال لي عن المعرفة على R بين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس أن أسية إكس ناقص إكس أكبر ثم من الصفر ننتبه مليحواذ رطاحة السؤال أظلم في 2022 التبيان أنه من أجله كل إكس من R أن ماذا أن أسية إكس ناقص إكس أكبر ثم من الصفر إحنا أولادي لازم تنتبه مليح ربما الكثير يقول يا أستاذ نروح نديها من ناو ندير هكذا أسية إكس أكبر من إكس وندخل عليهم الآلان نصبح منا هكذا ومن هكذا ما تلحق رأي يقول من أجل كل إكس ما عندك حتى حق صح لأن هناك وش روح ندير ورح ضمعي كيف الفكرة فكرة الإجابة على هذه الأسئلة من هذا النوع المستقلة نقول نعتبر نعتبر الدال آش المعرفة على R حيث آش لإكس تساوي إسية إكس ناقص يعني توم أنت تعتبر هذا دال هكذا اللي قاحت الفكرة التال تعتبر هذا دال وتدرس وتشوف وضلك باللي تخرج صحيح ومن صبح آش فتح لإكس اشتق وصبح إسية إكس ناقص واحد لو قلنا آش فتح لإكس يساوي صفر لما ماذا إسية إكس ناقص واحد يساوي صفر ننقل هذا من آلن واحد اللي هو صفر اسم المشتقة التاعي تعدم عن صفر عوضوا السية الصفر هي واحد واحد ناقص واحد صحيح بعد ندير جدول تغيرات لاحظوا ما يمليح هنا آش فتح لإكس من ناقص ما لا نهاية الزيد ما لا نهاية أين عدمت المشتقة عندها صفر العبارة هاي هنا هذا في هذا هذا في هذا نفس عكس شوف هذا فتح دير وغير هذا فتح إذا كانت نعدم هذا مجب وذا مجب الجداء فيهم مجب نفس عكس بعد جين هنا آش لإكس ننزل ونصحت رحضوا معي مليح معوضوا الآن صورة الصفر عوضوا صورة الصفر هنا في آش السية صفر واحد واحد ناقص صفر واحد هاي خرجت آش لإكس شكون هي شوف هي السية إكس ناقص واحد هذه هي السية إكس عفوا ناقص إكس سمحوا لي آش هي السية إكس ناقص نقول من الجد ولا نجد أن وش عن أن آش لإكس هي هاي ونه مثلا بها من خلط هالكمش آش لإكس أكبر تماما من الصفر تلحق للواحد اللي يلحق للواحد راكب يرتبع من الصفر أي السية إكس ناقص إكس موجبة تماما مهما كان إكس من ماذا من أر هلأ جاوبنا خلاص هاي لك كل عدد حقيقي إكس أن القيمة هذه اللي هي الآش خرجت موجبة تماما بما أنها موجبة تماما يعني صبحت أن هذا القيمة موجبة تماما ما معنى معنى هالمقام هذا التعدد دل راها دائما موجب هذا فيساعدنا في الأسئلة اللي هي جاية خلاص تفهمنا أستاذ كيف لكي نجاوب هذا هو الإجابة النموذجية صح تعتبرها دل جديدة حتى يقدر يعطي لك مثال يقول لك أثبت باللي إكس أكبر من آلين إكس تقدر تعتبر هذا وترجع هذا من صباح لك إكس ناقص آلين إكس أكيد الجمعة التعريف يعطيها لك من صفر إلى زيد ما لنهاية وتعتبر هذا وتدرس وتخرج جدول التغيير التاحة وتسيب ها باللي صحيحة كذلك صح وعاودها وحدك وليدي وبنتي بتتعلم الفكرة هذه لأنها يجي في الباك صح بعدها قال لي سب النهاية 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 نبدأ بالنهاية اللولة اللي هي لي ميت آف لإكس لما الإكس يقول إلى ناقص ما يتساوي ما تتقنق ما هو لعاوض تعوي مباشر وشوف عنا سية ناقص ما هنا صفر سما هنا تعطيك صفر وهنا صفر عاوض ناقص واحد على ما لنهاية صفر هاي خرجت مباشرة هنا أن سي أف يقبل مستقيما يقبل ماذا مستقيما مقاربا أفوقيا معادلته إي يساوي لنها صفر عند ناقص مالا نهاية هذك هي دع وفسر دول نهاية الثانية وهي لميت أف لإكس لما إكس يقول إلى زيد مالا يساوي هنا أولادين عما لاحظت الكثير يقول أكبر حد على أكبر حد لا لا أكبر حد على أكبر حد كي تكون دلة ناطيقة يعني كثير حدود وكثير هذه أسية 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 أكس على أسية أكس لما الأكس يقول زيد مالا نهاية الفوق يبقى لي واحد ناقص ناقص واحد على أسية أكس والتحتي يبقى لي واحد ناقص أكس على أسية أكس نعم صحيح هذا مع هذا يروح واحد على المالا نهاية صفر جماعة ما تديروش هكذا سكودي الكتابة ما بحق أصليا ما تكشمنها لحبيت تقول هكذا لأن لميت واحد على أسية أكس لما أكس يقول زيد مالا نهاية تساوي نصر والثانية أنه لميت أكس على أسية أكس لما أكس يقول زيد مالا نهاية تساوي نصر إجابة النموذج يعني هذه راح تصفر وذي راح تصفر أشترك تبقى لكم تبقى أن واحد على واحد اللي هي واحد ونكتب لهنا ها هو هنا التبرير هذه أما هذه الكتابة هاكذا النجمع هذه مش كتابة هذه ودلالو تساوي صفر ركز معايا صح نهاية كذلك أنه سي أف يقبل مستقيم مقارب أفوق معادلته إيغريك يساوي إنه واحد عند ماذا عند زيد مالا نهاية هذا هو هذا هو مزج تفاصيل هندسية أنه عن نزج مستقيمات جين هك صح بعد ما أنهينا من هذا خلاص فالذكر بالنهاية لنصبناهم صفر بعد جات واحد التفاصيل الهندسية أهدرنا عليهم والمستقيمات لو كانت ذكرها ومعاد عود تعطوهم منها لهم ودلط ودلط فتح قال لي بين أن خامسا البرهان أنه من أجل كل X من R أن F فتح لX تساوي جي لX على المقام مربع نوش نشتق نقول F قابلة للاشتقاق على R ودلط المشتقاق شاتص بح F فتح لX يسر لاحظونا معي أولادي نقطة نقطة مشتق البسط في المقام ناقش مشتق المقام في البسط على المقام مربع على المقام مربع مشتق البسط هو أسية X في المقام ناقص مشتق المقام في ماذا في البسط على المقام مربع شوفهم آية صباح لازم نصيب وهي هذه صاح نشر صباح لي هذا إذا يعطينا أسية 2 X وهذا في ذا ناقص X أسية X وهذا يعطينا ناقص هنا هذه المتطابقة الشغيرة هي أسية X ناقص 1 مربع على المقام مربع تساوي ناقص 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 ضعف الجودة ناقص 2 أسية X مع ناقص زيد 2 أسية X على أسية X ناقص X خلاص ناقص ناقص 3 3 تماما على المجهليل فجل التعني اللي هو من ألفا لأفوا من ألفا لبيضا ما تناقصة ما الزايدة ما تناقصة هذا هو بعد السؤال اللي جالسق هو جدول تغيرات جدول تغيرات نقدروه نزيدوه هنا مباشرة ثم أضيفوه الغادي كما عندكم عودولوه وحدو أنا هنديروه هنا باش نربحو الوقت إذن جي أفوا أف فتحه لإكس وهنا أف لإكس يعني نهبط ونطلع ونهبط النهاية اللي نحس بينهم هنا يلقينا سيفر عفوا هنا يلقينا نعم سيفر وهنا يلقينا واحد وهنا أف لألفا وهنا أف لبيضا صور يعني هكذا لحظة معي مليئة صحة بعدها ها وجلسوا الوحدة إذن جدول تغيرات هنا جدول تغيرات الدلة أف على أر صحيتو بعد ما كمنا من هذا الكلام كامل نجو الآن إلى السؤال اللي جاوره قلي تحقق لي شوفوا معي السؤال المليح هنا ثالثا عفوا ليس خامسا هنا ثالثا غير راسي دار هنا ثالثا ليس خامسا الآن ثالثا رابعا عفوا رابعا تحقق أنه من أجل كل إكس من مجال من آلفا البيطة أنه ماذا؟ أنه أف لإكس صغيرة على واحد على بيطة ناقص واحد واحد على ألفة ناقص واحد ركزوا معي مليح مليح أولا نقول هكذا نقول من أجل كل إكس أو من أجل أنه إكس محصور ما بين ماذا؟ آلفا وبيطة آلفا وبيطة يكون الإكس داعي جاي هنا ها هو هنا إكس ورها جاي ها إكس وان الدال اف متزايدة افوا تماما على المجال التعلي وهو من آلفا البيطة شوفوا لدي كي يكون إكس داعي هنا دالة كلا يديرا متزايدة تماما عندي الحق ندخل آف هنا وآف هنا وآف هنا ما يسرى ولا شيء فإن آف لآلفا أصغر من آف لإكس أصغر من آف لإكس أصغر من آف لبيطة يعني قريت وعب اللي الدالة كتكون مزايدة تماما كي ندخل عليها آف ما يسرى عليها ولا شيء هذه كيف فهمناها آه لكن ركزوا معي أمليح أي آف لإكس أقل أو يساوي أن يعوض لهنا بيطة نصبح أن أصية بيطة ناقص واحد على أصية بيطة ناقص بيطة أقل من أصية آف أكبر من أصية آفا ناقص واحد على أصية آفا ناقص آفا أي صحة أستاذ لكن عندنا وحدة الحاجة قلتها لكم قبيلة كنت كاتبها الساعة كتبتها هنا لكن نعلم مما سبق أن ماذا أن جي لألف يساوي سفر و جي لبيطة يساوي سفر عندنا نجيب هذا الكلام ها هي أن ألف و بيطة حلى المعادلة جي سفر صحيح أستاذ إذن مباشرة لنسمو الحاجة آفا تساوي لنا واحد ومن أصية آفا تساوي لنا واحد على ثنين ناقص آفا هذا ذرك ركز جي هنا لنسمو الحاجة في الصباح هذا ذرك نشروح ندير نجيب أولادي نحط هنا ونحط هنا فتصبح لنا هكذا أف لألف يساوي لأن هذه ربما كينجمع ورأي هي أف لألف هاي هذي صباح النواش صباح النا اللي هي ذرك عوضوا لي شوفوا معايا عوضوا في كل أسية آفا وأسية آفا بالقيمة صباح لي واحد على ثنين ناقص آفا هنا واحد على ثنين ناقص آفا ناقص واحد على واحد على ثنين ناقص آفا ناقص آفا نحين الحجر ونفس القاعدة نطبقها ما بيط لكن بيط ما رح يصرح مشكلة معه كيف كيف نوحد المقام صباح لي آف لآلفا يساوي المقام مشترك على البسط هو ثنين ناقص آفا صباح لي واحد هذا في ذا صباح ناقص ثنين وهذا في ذا زيد آفا المقام كيف كيف المقام مشترك هو ثنين ناقص آفا ها هو خط الكسر الكبير صباح لي واحد ومبعد ذا في ذا ناقص ثنين آفا وذا في ذا زائد آفا مربع كسر على كسر وعندهم نفس المقام ركزوا كي يكون عندك كسر وعندك نفس المقام هنالول اشعال تولي تولي هنا ناقص واحد ولا رتبوها يعني آفا ناقص واحد وجود الهذه تبعوا معي اللول مع هذا مع هذا يروح من قاعدة المقلوب هذا مع هذا يروح من قاعدة المقلوب لما فمشي يعود يركز صح ترجع لي واشتو ساوي هذه مكتبة آلفا ناقص واحد على هذه ره المتطابق الشارق مثنين ها هو هنا آلفا مربع ناقص نين آلفا زايد واحد اللي هي آلفا ناقص واحد لكل مربع لما فمشي يعود ينشر ذي سيب ذي واحد على آلفا ناقص واحد هاي خرجت نقول بنفس الطريقة نجد أن آف لبيط ساوينا واحد ناقص بيط ناقص واحد كيف كيف لأن اللي نطبقوها من نطبقوها من اللي لأن جيلي آلفا وجيلي بيط يسيسر نقول ومنه نجد أن آف لإكس محصورة بين واحد على بيط ناقص واحد لأن هذه هي هذا ولا هذا هاي وش تايلي الساوي ومنه هو واحد على آلفا ناقص واحد نصيح لك وليدي بنتي عاودها وحدك عليها نصيح لنقول لك عاودها وحدك أن نحن ما الفين حتى مثلا 80 طوالباك شي يقول لك أثبت أن آف لأ ألف ناقص واحد على ألف ناقص واحد أنا ذا المرة دورت السؤال لأنه في البكاريون كل مرة يجيب بسيغة سؤال أنت كامل التلاميذ ربما يفي قولها لهذه صحبي الحق لهذه ما تجيش في راسه هو راح كي سؤال مخفي أنه لازم يتخلص من أسية بيطة وأسية ألف بيطة 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 العقليين نقول لكم أنا دايما الحجرة في الصباح بتفهموها فقط هذا مكان بعدما أنهينا الآن من هذا السؤال وعوده وحدكم لأنه سؤال هيل راح جاء سؤال آخر قلي ثم استنتج حصرا للعددين ألف لألف وأف لبيطة هنا سهلة حصرة كل من أف لألف وأف لبيطة هنا الحصر لدينا حاجة بسيطة نقول لدينا نبدأ بأف لألف ألف راح محصور بن ناقص 1.2 ون ناقص 1.1 درك ما تنسوش باللي آف لألف راح 1 على آلف ناقص 1 وآف لبيطة راح 1 على بيطة ناقص 1 فهمتوها درك خلاص صح وش نوضيف لها ناقص لها واحد من وننقص لها واحد من وننقص لها واحد صبح لألف ناقص 1 محصور بن ناقص 2.1 ومن ناقص 2.2 بعد ذا القيمة وره في البصول في المقام نقل بها صبح لألف ناقص 1 هكذا لكن قاعدة المقلوب هذا يجيب لنا ناقص 2.2 وناقص 2.1 صبح لأف لألف بالآلة الحسيبة لما يعني رح نحسبها راح نصيب ناقص 0.48 والجهة اللي من غاد ناقص 0.45 بنفس الطريقة الطريقة نجد F لبيطة كي نحسبوه كذلك الحسرة التاعو هو 1.11 والجهة اللي ملهية 1.25 نفس الطريقة قولوا بيطة محصور بين 1.2 1.8 1.9 نقص لواحد صباح نصيف 8.9 نقلب هنا نقلب تخرج كما تشوفوا فيها خلاص كمنا مع الحسرة هذا نجو الآن إلى سؤال آخر ذكروا الحسرة الذي كتبوا عندكم بس قبلا نحتاجه في الرسم أدرسوا الوضع النسبي للمنحني C F مع كل من المستقيم دلطة ودلطة فتح وهو المستقيمة المقاربة اللي جاوبنا عليهم هنا دراسة الوضع النسبي ل C F معه ألف دلطة للمعادلة التي يساولنا صفر الأول مع المستقيم اللون أكيد ندرس الإشارة اللي هي F ل X ناقص Y هنا Y عوض بصفر تصبح أسية X ناقص واحد على أسية X ناقص X أن Y هنا صفر المقام لماذا جاوبنا على ذلك سؤال تعقب الكامل باهم قولوا باللي المقام رأموجب تماما في ذا الحال سمال إشارة تعد الفرق من إشارة البسط البسط عندما رأينا عدم الساعة جاوبنا عن صفر فأمتوها وصية X ناقص واحد ناقص عن صفر خلاص كي الدخل الألن صايد سمال وضعية صباح لنا هكذا X F X ناقص إقراج ناقص ما لنهاية زيد ما لنهاية عن صفر ونزيد ناقص الوضعية هنا يرى C F تحت عفوا تحت دلط هنا يرى يقطع وهنا C F فوق دلط خلاص أنتم مكتبوا C F يقطع دلط هكذا بتكون إجابة نموذجية أنب مع ماذا مع دلط فتحة اللي هو المعادلة يساوي نفس الخطط تصبح ل F X ناقص Y يساوي C X ناقص 1 على C X ناقص X ناقص 1 المقام نواحد المقام C X ناقص X تصبح C X ناقص 1 ناقص C X زائد X هذا مع ذا يروح تصبح X ناقص 1 على C X ناقص 1 المقام مجب هذا الجواب الوضعية هنا يقع تحت وهنا يقطع كتبو إجابة ثم ناموذجية C F يقع تحت دلتا دلتا فتحة تحت دلتا فتحة وهنا يقطع دلتا فتحة هنا فوق فوق دلتا فتحة نعطيكم الصحة إن شاء الله لكم فهمتوا الفكرة مليح مليح صح بعدها راح جايس طير وحد آخر اللي هو أرسم نحب لولا نرسم معلم يكون مليح أروح يجو لدي نرسم معلم إذن نرسم المعلم عندنا المستقيمات المقاربة عندنا زوج عندنا ذو المعادلة Y يساوي صفر اللي هو هذا محور الفواصل ها هنا هكذا هذا سميناه دالتا الثاني دالتا فتحة اللي هو ذو المعادلة Y يساوي إن واحد هكذا كالي يقول يا أستاذ نرسم مستقيم ولا نص لولا دي هو قال مستقيم لأن هذا هو دالتا فتحة هذا هو المستقيمات التول بعد هنا نجل الآن إلى نقاط التقاطع تقاطع مع محور مع المستقيم لاحظوا معي مع المستقيم دالتا يتقاطع عن صفر سمع هنا عن صفر مع لو كاننا نحسب الآن أفلي صفر شوفوا هنا أفلي صفر أفلي صفر تولينا واحد ناقص واحد صفر صح نروحوا الآن إلى التقاطع مع دالتا فتح ويتقاطع تقاطع عندي الواحد صورة الواحد هي واحد سمع يتقاطع هنا صورة الواحد هي قلنا هي واحد تولي لك أسية ناقص واحد على أسية ناقص واحد لأننا عوضوا هنا بالواحد تعطيكم واحد خلاص هاي لك إذن للعلم جمعة أنه أفلي واحد رأي تسوينا واحد وآفلي صفر رأي تسوينا صفر مش نكونوا على علم صح بقاولنا الآن القيم الحدية المحلية قيم الحدية المحلية هنا نجو نشوفه آلفة شعر قيمته ناقص واحد فاصل اثنين ناقص واحد فاصل واحد هذه ناقص واحد وهذه ناقص اثنين السمرة غير هنا هذا آلفة نكبره هكذا بنتعلمه هذا آلفة الصورة التاع آلفة اللي هي أفلي آلفة لنا الساعة القيناها شعال ناقص فاصل ثمانية وربعين وناقص فاصل خمسة وربعين شو ما يمليح هاي ناقص واحد جي قل من نص سمه هنا هذه هي آفلي آلفة سمجينا هنا على شكل حفرة هكذا كي ما يقول استنوضي على شكل حفرة هكذا جينا شوف هكذا صاح روحوا لبيطة بيطة محصور بين 1.1 1.8 و1.9 تقريبا في زوج هذه هي زوج معناها هنا بيطة صورة تحلق هنا هقل نسع 1.1 و1.25 25 يعني بالتقريب يجينا هنا هذه هي آفلي بيطة ونجي هنا ولدي ونرسم حاجة دير كيمة الجبل هكذا هكذا بيطة يعني من رسم بيتعلم طرق نشوف كيف هاو جاي هك مع صفر 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 يهبط له ويعاود يطلع هنا ويرح لل 1 هذا الكلام ما قل له يعني كيف شرح جاي رجينا مع دالتا ها هنا عندكم دالتا وين عرف تو وابستير ذو المعادلة يقرق يسيولنا صفر ومن بتتعلموا الفكرة السمرة جاي هاكذا وبعد يلحق لهذا النقطة صفر صفر هاكذا بتتعلموا الفكرة مليح مليح شوف وبعد يفوت على هذا النقطة هاكذا هايوه وبعد لما يروح ما يهبطش ديراكت يروح للواحد واحد رهو مستقيم ما هو شنقطة هاكذا يجينا ولدي وين سموه سي أف كي مرام سمين وشوفوا يعني رخ خارج رسم هاي بسيط بالصح يبان هاي لأن ما كلفتش روحي حاجة أكبيرة صح سمى هذا ذرك جاي هاكذا وهذا جاي هاك أنا راح نحتاجه في سؤال جورة وهذا رجاي هاكذا صح نجو الآن إلى السؤال اللي بعد قل ناقش كونجو الوضعي يجمعك اللي يقول وضعي أن الشخرة يصحيحة نعم روحوا شو مع دلتا دلتا فتحة مع دلتا فتحة راه منا أسفل ومنا فوق ها ها ودلتا فتحة منا راه أسفل منا راه فوق مع دلتا من صفر تحت راه تحت من صفر فوق راه فوق ها تناقض نجو الآن إلى الجلس السؤال السابع يا شطار تشوفوا أولا نعرفكم زيو عام من جمع آخر جولي أفلي ايك شعلت بساوي اللي صاب يخلينا بك استعليق لاحظوا معي قال لي ناقش بيانية حسب قيم الوسيط الحقيقي أم عدد حلول وعادل ما قال لي لا الإشارة ولا طابعة ولا عدد الحلول العبارة اللي أعطوهنا هي سابعا المناقش المناقش لكنها البيانية للمعادلة الشكون اللي هي 2 ناقص اكس تساوي 2 ناقص ام في أسية ام ناقص اكس يا شاطر لو كانت تحبوا تركزوا معي تخرجوها وش عليكم ولادي لو كان نضرب منا ومنا في أسية اكس يا أستاذ كيف جاءت في راسك بها نخرج للعبارة عفوا عفوا نعتذر 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 رأي ساريا هنا نعتذر منكم جماعة الخير نتابع جيدا إذن قلت أولادي نعتذر هنا يعني في العبارة المناقش البيانية الله غالب من مرات الإنسان رأس ودور كده خدمتها خدمتها على أنه هذه الدلة جي نعتذر قلت لكم هني عود صحتها أنه سابعا ناقش بيانين حسب قيم الوسيط الحقيقي أم عدد حلول المعادلة لهي أسية اكس ناقص واحد في أسية أم ناقص أم تسوينا أسية أم ناقص واحد في أسية اكس ناقص اكس أولادي ابنتي اسمحوا لله يرحم وديكم باش نخدمها على أساس هذه راسية ضار خدمتها على أساس فوقاني إذن هنا المناقشة البيانية قلت أولا العبارة اللي أنا معطينها نرى عبارة فاسدة لازم ننصيبها أنها تسوينا أف لإكس تسوي حاجة فيها أم نتابع جيد عندنا أنه أسية اكس ناقص واحد في ضرب أسية أم ناقص أم أعطوها أنها تسوينا أسية أم ناقص واحد في أسية اكس ناقص اكس رأي واضحة لو كان تركز معي أم ليح أنه لو كان هذا يجي هنا وهذا يجي هنا لكن ما تنسوا شو لدي باللي رأى في جداء عدادين يساوي عدد دائم أنه يروح للمقام ما وش يروح للزايد عسروا وحكم يعني نقسم هنا على أسية اكس ناقص اكس ونقسم هنا على أسية اكس ناقص اكس ونجي كذلك الجهة اللي منا نقسم على أسية اكس عفوا أسية ام ناقص ام ومن كذلك أسية ام ناقص ام ركزوا معي يا أستاذ واش درت على باه لدي هذا مع هذا يروح وهذا مع هذا يروح وركزوا معي وش راح تسيب يا أستاذ واش درت جيت اللهنة هنا يقسمت على أسية اكس ناقص اكس وهنا على أسية اكس ناقص اكس وهنا نقسم على أسية ام ناقص ام وهنا على أسية ام ناقص ام يا خدعة صباح لي هذي شكون هي شوفوها مليح هي اف لأكس وهذه هي اف لأم اي والله صح شوفوها مليح هذه إلى مش هي نفسها اف لأكس بلاس وهذه راه نفسها F ل X اسم المناقش التاعي راه مناقشة F ل X تسوينا F ل M اللي تحدثنا معها عدة مرات ورأي يجاد في الباقي عدة مرات هي المناقشة الأفقية العمودية علاش؟ يعني في بلاست كل احنا نعرفه هذا المحور بتاع X وهذا المحور بتاع F ل X السماء قيمة X التاعي جوني هكا يمشون وقيم F ل X اللي تعرفوا دائما جي أفقية تخيلوا دركننا نحو كلمة X ونحطوا كلمة هنا M وهنا M ها في بلاست X حط M اسمة اللي مناقشة أفقية F ل M تمشي هكذا و M يمشي هكذا راه يطايحها ثلث مرات كما آخر مرة طاحت F ل X هي 2019 إذن المناقشة التاعنا هذه راهي مناقشة أفقية عمودية يعني بواحد المصطلح قيم M لعلمكم تمشي هكذا عموديا وقيم F ل M تمشي هكذا أرغوا حجولا دي واللي جابها سيح نستعرف به لحظوا معي مليح وركزوا شوفوا إذن تبدأنا هنا لما نحطوه هنا شوفوا دائما قيم M لعلمكم ونعود الركز هي اللي يظهروا هنا إذا كان F ل M شو شعلي يساوي F ل Alpha F ل M يساوينا F ل Alpha ركزوا كيف نحط المصطلح رولادي هنا دائما في نقطة تطاقات وحطوه هنا شعلي يقول لي M هاوليكم M تبعوه القلم الأسود وين يطايح في Alpha M يساوينا Alpha المعادلة حل واحد مضعف حل واحد هاولنا حل واحد هو قليعة بالحول لحل نزيد نطلعه شوي شعلي يرجعه زوج قافلي أمس ما مني راح يقلع من ذا البلاسة حتى لهذا البلاسة شعلي يقول له كين عنا مستيله شوفوا ها هو واحد وها هو الزوج كل ما نطلع هذا رح يروحه هاكذا وكل ما نطلع هذا رح يروح هاكذا سما F لأم يكون محصور بين F لألف وصفر حتى اللهنة ألفا وين يكون ألفا يكون ينتمي من ناقص ما لا نهاية أعفوا أم سمحوا لي أم انتعي يجي ستيلو اللول من نا ويجي له والدوز يام يروح من نا حتى لله سميوا لي أم ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ألفا مفتوح والدوز يام من ألفا من ألفا حتى لذي المكان شعال سفرة هاكذا شعالي المعدلة حلان عدد الحول قال لي حلان روكال وكالنة حبسوه ناق شعي كالمن تقاطع واحد أم شعليكم أم تعيكم صفر نزيدو نطلعو يبقى حل 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 شوفوا المستارة هي أف لأم كل ما تطلع أم راه يمشي هكا معها يمشي يمشي حتى نحقو الله سمى أف لأم رهي محصورة بين صفرة قلعت من صفر حتى الواحد حتى الواحد مغلق علاه لأنه هنا في ذي المكان كينتقاطع واحد وهنا كينتقاطع واحد يعني مغلق أم وين يكون أم أم والذي يكون من ذا البلاسة حتى لهذا البلاسة من صفر لوحد حل واحد أو واحد حل واحد نزيد نتقدموا شوية نحن نتطلعوا شو ما بدازوش تقاطعات ها هو واحد وها هو واحد سمى من الراح نقلعوا من واحد الاف لبيطة اف لآم من الى من واحد الى اف لبيطة المستارة التعامين تقلع خلاص قلعت تقلع من لله ستيلوا اللول شوفوا من اين يقلع كل ما نتطلعوا راح يمشي 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 يلحق الله والدوزيام من راح يجي راح جاي مننا وجاي كل ما نتطلعه راح يجري 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 حتى يلحق الله سمى يقول لي آم ينتمي من ن Valit والدوزيام من آم عفوا عفو 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 لا اله إلا لا اله إلا تبعوا معي شوفوا معي إذن آفلي آم يقلع من من واحد آفلي الآفلي البيطة آم لين يقلع يقلع من واحد البيطة سمحلي ودز ذو من بيطة هاي بيطة زي يد من supreme من إلى بيطة اتحاد من بيطة إلى غاية زي يد من here شي Freya واستنروا الدلاثة هذا نارات دعونا ربي يقوينا عليها يصبح مرات الإنسان يتعب فعالك للمعادلة حلّة بعد لما نحب سعنا F لأم يسوي F لبيطة F لأم يسوينا F لبيطة أم وين يكون أم يسوينا بيطة للمعادلة حلّة واحد أو حل مضاعف وقال لي عدد الحل ماشي طبيعتها إذا هم الحلول التوحد إذا عودوا أحدكم مجمعارة هذا الدرس مهم جدا أن تسيب زوج تقاطعات عرب اللي عندك زوج مجالات ها هو واحد ها هو واحد كين الحقو هنا كين تقاطع واحد يعني كين مجال واحد السمامنين رح يقلع من صفر ويروح الواحد وبعد ذاخر الدوز يام رح يقلع واحد مننا اللي هنا وواحد من الله كين الحقو اللي هنا يقول لنا أم شعلي يسوي يسوينا بيطة قيم آم يدهم على محور فواصل هذه المناقشة البيانية أعاودها وأعاوديها وحدك بالتعلم صح ولنحط عليها الدرس ودائما قلت نعتبر على هذا الخطأ اللي حدثت هنا نجو الآن أولادي بعد ما كملنا مع المناقشة البيانية رحوا لسؤالي جواعده ثامينا لوندا عدد حقيقي أكبر تماما أمنين من واحد قال آلي لوندا عدد حقيقي موجب تماما حيث هذا آلي لوندا وش لا يسوي سنة تكامل واحد لوندا ف لإكس ناقص واحد تفاضل إكس أعطي تفسيرا هندسيا للعدد آلي لوندا صح ألف تفسير هندسي للعدد آلي لوندا أحبوا لدي ركزوا معي تفسير الهندسي للتكاملات أكيد خاصة أن أعدد تائرة موجب هو مساحة حيث إذا نقول آلي لوندا هو مساحة الحيث المستوي المحدد ب سي أف وين عرفتو؟ كلمة أف سي أف و المستقيم دالتا فتحة ذو المعادلة إجراج يسوينا واحد أعب لكم إجراج يسوي واحد يكون هو دالتا فتحة شوش تنبيه و المستقيمين ذا المعادلتين لهو إكس يسوينا واحد وإكس يسوينا لوندا يعني وين را هذيك المساحة بسي فأما را يجي هنا هذه المساحة بحيث إكس يسوينا واحد ها هو هنا وإكس يسوينا لوندا يعني لوندا هذا يقلع من والواحد ويروحها كسما المساحة التاع الحييز هي هذه اللي يتبع هذه ماشي هذه كاملة أنا را هربطها لنا معادل مستاقيم هذه المعادلة التاع المستاقيم دالتا فتحة دالتا فتحة هاي لكم على الترتيب إن شاء الله راكم فهمتوا الفكرة هذا هو التفسير الهندسي قال أحسب بدلالة لوندا العدد ألي ألفا حساب ألي عفوا ألي لوندا استمحوا لي ألي لوندا بدلالة لوندا سوف نردين اليوم را مرهق شوية استمحوا لي شوفوا را كزولة دي غيب العقلون تعلموا ما خافوا ما أولو شوفوا A لوندا سلمنا التكامل الحدن لوندا F لoo تفاضل X يسير يسểu ن التكامل U FI ف هيثية X 1 لاحظوا عندكم الحق ولاد يمكن عندكم جمع ولا طرف التكامل عندكم الهاتف تدخلوك og تفاضل X ناقص ولا زائد التكامل من 1 اللوند ناقص 1 تفاضل X شهدتها أستاذ معنا أنا قدر نديره التعذى 1 ناقص التعذى 1 عفوا هذا 1 زائد هذا 1 هذا 1 زائد هكذا هذين هنشفوا همليحوا تركزوا معي اشتقوا لي المقام شفوا يا الشاطرين هنشتقوا المقام ينقصية X ناقص 1 هذين هنشفوا همليحوا تركزوا هي E فتح على إي شكون هي الدالة اللي المشتقة تحها هي E فتح على إي هنشفوا لي دي وانتي هو ألان إي نعطيكم المثال ألان إي مشتقل دخلان كل دالة مشتقة هو E فتح على إي فإن الدالة الأصلة هي ألان إي والله صح سمش ترجع عنا ترجع عنا تساوي ألان ألان السية X ناقص X من 1 للوندا ناقص ما هي الدالة الأفوان زائد ما هي الدالة الأصلية ناقص 1 هي ناقص X من 1 للوندا ما هي الدالة الأفوان زائد إي فتح على إي هي ألان إي هيا دعوكم نعوض سبح لي A للوندا يساوي نعوضه بالكبير تولينا ألان السية لوندا ناقص لوندا ناقص 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 بشكور بواحد ألان هكذا ناقص ألان السية ناقص واحد ثم زائد تولينا ناقص لوندا ناقص ناقص ترجعنا زائد واحد هكذا عوضه فقط تولينا A لوندا يساوي ألان A ناقص ألان B شي يساوي يساوي ألان أعلى بأسية لوندا ناقص لوندا على الأسية ناقص واحد هكذا ثم زائد واحد ناقص لوندا واحد زائد لوندا وهنا نكتب سنتيمتر مربع عفوا عفوا E A E ألان وحدة مساح أنه بعد ما فسرنا هاتف سير هندس صبحت وحدة مساح نتابع جيدا أولادي إذن نتابع جيدا إذن بعد ما أصبنا هذه جسو قال لي بعده هنا يمكن لتنبيه نقدر نحب سغير هنا حساب 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 النهائية الأخيرة الآن قال لي حساب limit لوندا لما لوندا يروح للزيد ما لا نهاية شوفوا لدينا بس هنحبكم نتركزوا شوية وقد نعود تعويض مباشر ستعطيني هنا قصية الزيد ما لا زيد ما لا نهاية وهنا ناقص ما لا نهاية معطي هنا ناقص ما لا نهاية لاحظوا معايا هنا كيف نتعامل معايا تبعوا معايا وشريكم هنا تصبح لي هكذا limit مطبخ وصل آلان آلان نخرج لداخل هنا أسية لوندا عامي مشترك هنا لداخل غير هنا صبح لي واحد ناقص ماذا لوندا على أسية لوندا هكذا ركزوا معايا رحوا موالدي كيف نحسب هذا النهاية راني هنا لوندا أضرب ذا في ذا وذا في ذا تعطيكم ناشة الجواب ناقص آلان الأسية ناقص واحد ثم عندي ناقص لوندا زايد واحد ما درت ولا شي إنما خرجتنا تولي لآلان آ بي تساوي لنا آلان آ زايد آلان بي مع لوندا يروح زايد مالا نهاية تصبح لنا تساوي وش تساوي لنا تساوي ألان أسية لوندا زايد آلان واحد ناقص لوندا على أسية لوندا ناقص آلان أسية ناقص واحد ناقص لوندا زايد واحد هاي لكم صح الأسية مع آلان يروح ترجعلي هنا لوندا هكذا مع لوندا يروح زايد مالا نهاية شوفوا هذا مع هذا هذا دي جاه رح شوفوا الان خلاص مدام راح وش راح بقالي شوفوه شفايا خرجت هذه لميت لوندا على سية لوندا لما لوندا يروح الزيد ما لنا هذه تفهمنا عليها بللي صفر سمى هذه راحة تبقى لي ألن واحد شوفوا معي هذه راحة ألن واحد شعال صفر سمى هذه كيما راهي راحة الصفر شوفوش تبقى لنا تبقى لي لميت آلي لوندا لما لوندا يروح الزيد ما لنا نهاية إذن هذا راح يبقى لي واحد ناقص آلان الأسية ناقص واحد هذه هي النهاية الثالث له يا أستاذ هذه راحة كامل صفر لأن بعد شوفو هذا راح هذا مع هذا راح هذه النهاية تروح كامل راحة الصفر بقات لي واحد ناقص آلان أسية ناقص واحد هذه هي النهاية أنت أرجو أن أعجبكم التمرين ونعتذر لقول غير الخطأ اللي هنا قال لها غالب نوع من نقص التركيز في الآخر أولادي أبنتي لا تنسونا بالدعاء لنا بالسحر والعافية والطرح ومعلى رحمة طهرة إلا عجبكم الفيديو خلونا تعليق بأن نزيدكم تمرين من هذا النوع سلام